مراء لي في الخارج يعني. طيب مبروك لنادي اهلي كابتن. مبروك. اه حدك قلت زي حاجة مهمة ان المنتخب مصر في الاخر هو اللي يعني اه طبعا. اللي بيكسب. اه طبعا. احنا دمشتغل وكله بيفرح. صحيح. لكن اه النادي الاهلي دايما يعني فرحنا. عايز اخد منك لو انت كنت بتكلمنا كابتن في بعض اللاعبين انت بتشوفهم في الماتش اه كانوا لو كانوا افضل مكده كان النادي الاهلي يبقى افضل. فهاخد منك تقييمات. تمام. لماتش مبرمعين هما يعني الناس يقولك لأ دول خارج التقييمات مدام اخدوا البطولة. اه. لكن هل ممكن كابتن هدي يبقى لي وجهة نظر في التقييمات. يعني مثلا هقولك الشناوي مثلا تديله كم من عشرة مبارع. الشناوي اديله مثلا سبعة من عشرة. سبعة اه. خلي بالك الهدف اللي جيه فينا. اه. لو الشناوي تحرك فيه اسرع شوية. اه. خد خطوة. كان ممكن ان الكرة عملت بند على الارض وعملت سرعة. تمام. فكان ممكن الشناوي بخبرته يتعامل فيها احسن من كده. آآ. لكن هو بقية المباراة كان كويس يعني. سبعة من عشرة. حمد هاني يا كابتن. حمد هاني اديله آآ تسعة من عشرة. تسعة. عبد المين عمي. عشرة من عشرة. الهدف بتاعه ده ما خلاص ما ده مفيش حاجة تانية في الملعب غير الهدف ما يقيم. والحالة دفعية بتاعتي والله. حالة دفعية كويس جدا. طب. اي. طيب ياسر بريم كابتن. اديله برضو آآ تمانية من عشرة. معلول. معلول برضو تمانية من عشرة. ديانجة كابتن. ديانجة كان كويس تسعة من عشرة. حمد فاتح. حمد اديله آآ ممكن سبعة. سبعة. كانش في حالته قوي. آآ. حمد كان فرق كتير. آآ آآ. طيب برستاو كابتن. برستاو من عشرة. الشحات. الشحات آآ ممكن ياخد آآ ماتش الاولاني كان ياخد احشة من عشرة. ماتش ده ممكن يقل شوية عشان انفعلاته. سبعة من عشرة برستاو. طيب كهرباء كابتن. كهرباء ممكن ياخد بردو زي هم سبعة من عشرة. سعر. آآ عبدالقادر. آآ عبدالقادر ياخد خمسة. آآ. ده ما نزل. آآ. لأ يعني كان عنده فرص. اعرفش عبدالقادر كان بيفكر في ايه. يعني عندك فرص انك تروح واحد على واحد. فرص انك تباصي. اه. ما عرفش في حاجة كانت مكتفاة. اه. ايه اللي مكتفه? ممكن يكون افكاره مكتفاة. اه. افكاره مكتفاة. اه. افكاره مكتفاة. انا ليه قاعد بديل اللي ما نزلتش بدلي افكاره. اه. او عايز يعمل حاجات كتيرة او كتب في الناس. ما اعتقدش. انا حاس انه في حاجة مرجعه وراء خطوة. لكن هو العيب كويس. اه. طيب اه افشا كابتن. افشا تديله تسعة من عشر. تسعة لما نزل. اه. طيب سلية. سلية برضو تسعة من عشر. وشريف. شريف برضو زي عبدالقادر خمسة من عشر او اقل كمان اربعة من عشر. لان انا صراحة زعلت منه. صراحة يعني. انا بحب الشريف يعني. بحب انه العيب كورة كويس. يعني عنده حاجة كويسة. بس معرفش برضو. برضو. يعني تحس ان ده نهاية افريقيا ازاي انت تحس في حاجة كده نقصه. اه. قدر من السلبية شوية. اه. ممكن قدر من الاحباط النفسي سنة. انا بعيد عن الصورة. انا مش معرفش في حاجة. اه. خلاص. انت عايز ايه تاني. انت بنتنازل. اه. ترجع في حتة تانية. اه. يعني انت وعبد المنعم كنت بقيته في حتة تانية. يعني معلش يعني. طبعا ان هو حاول اجتهد وكتر خيره. طبعا. ما فيش مشكلة. اه. رغم ربيعة تقدر تديره كابتن. يعني ما فيش وقت. اه. وكان نازل برضو الهدف معاك كده في قراطة طولية. اه. كله لكابتن مدير فن تديره. تديره عشر من عشر في كل حاجة الصراحة. اه. هدوءه. تركيزه. ثقة في نفسه. تغييراته. اه. اه. بمنتهى الزكاء. لأ. مدرب رائع. انا تمنى له التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. هو طبعا رجل للارقام في حياته كلها 23 سنة كانت. اخي دارب عباطلات. اخي دارب عباطلات. مع النادي الالي في الظرف تسعة شهور اخي دارب عباطلات. اه. هيتمسك اوي توقف جهو النادي الالي. صح.